وعود مشاهدين الكرام إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والاشرين وأوضح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصينية شي جي بينغ وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين بالمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ مع عدد كبير من زعماء العالم وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرس على تعزيزها في كافة المجالات حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية ولدى وصول سيادته إلى العاصمة بكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين